وبالختام عندي كلام أصحاب المواقف الثابتة والمنجز الواقعي هم صمام الأمان وآل بارزاني على امتداد الزمن الحديد كانوا أفضل من يمثل مواطني الأقليم وكلنا يعلم تاريخ ونضال ملة مصطفى بارزاني الله ارحمه وحنكة الرئيس مسعود بارزاني اللي حملوا على عاتقهم هموم ناسهم ومطلوميتهم ودفعوا دم في سبيل عدالة قضيتهم هذه القضية اللي كان سواهم يجعلها قضية يكسب بها مغانم ويحصد مكاسب شخصية بسببها تاريخ البرزاني النضالي في أوقات القتال والسياسي في أوقات السلم جعلهم محط اعتزاز العدو قبل الصديق داخليا وخارجيا وليستطيع يحصد اعتزاز خصومه حلفاءه هذول أهل ثقة لذلك التاريخ يتحدد دائما على من يحمل قضية الشعب همومهم الحكومات اللي قادها الحزب الديمقراطي نجحت بجعل كردستان من أنجح التجارب الفدرالية في المنطقة هاي المنطقة الملغومة بالأزمات والإشكاليات والتداعيات كفيلة بأن تفشل أي مساعي جيدة من هالنوع لكن من يكون المتصدي مؤمن بقضيته وعدالتها والناس مؤمنة بصدقه وإخلاصه أكيد يكون النجاح حليفه من يكون قائدك صمام أمان لعملية سياسية ديمقراطية في بلد شهد العديد من الأزمات مثل بلدنا فهذا دليل حكمه وشجاعه وثبات من خصوم قائدك يحسبوله ألف حساب فهذا دليل ثقله قوته هذا الثقل لما أجه من عدم لأن كاكا مسعود ومن بعده كاكا مسرور وكاكا نتشرفان هم امتداد حقيقي لتاريخ متخم بالنضال والحكمة السياسية متفائلين بانتخابات نزيهة عادلة ومتفائلين بأن شعب كردستان وانواعي في انتخاب من يمثلهم بشكل صحيح ومتأكدين أيضا بأن اللي أحدث القفزة النوعية بوضع الأقليم خلال العقدين من السنين الماضية أكيد يكون صاحب القدح المعلّة لأن من يضع شعبه وحبهم في ذهنه وقلبه أكيد يكون هو الفائز بجي كردستان تصبحون على وطن آمن في أمان الله ترجمة نانسي قنقر